الحاجة الثانية وهي متعلقة بالتحكيم انبارح مباراة الاهل والاسماعيلي عندي جزئيتين جزء فني وجزء ليه علاقة بالاختيار في حد ذاته اول حاجة ليه علاقة بالاختيار الجزء الفني ان انبارح مباراة امبارح كان فيها خطأ يعني فني لا يختفر خطأ فني لا يختفر من حكم المباراة كابت المحمد الصباحي والدليل عنه خطأ فني لا يختفر انه شاف اللعبة وحسبها والدليل اكتر رغم ان هو مش حكم الفار انه يستدعيل ان القرى ما تستعدعيش انها الكارت الاحمر يا عايزة انذار بس محمد الصباحي رجع شافها في الفار وشافها تاني فهو شايف ان فيه انذار بس هو مش عايز يحسب انذار مش عايز يطرد لعب من النادي الاسماعيلي عايز يخلي المباراة يعني ايه فيها يعني الاهل بلعب بالناشئين والاسماعيلي عايز يكسب ما تعرفش برضو نظرية الاحتواء دايما بحس ان هي موجودة في التحكيم المصري ومش عارف ليه بقى لي فترة كده بقيت يعني عندي يقين وقلت الكلام ده قبل كده المشاكل اللي احنا بنشوفها في المباراة الافريقية مع بكاري جسامة ومع جاني سيكازوي بقت موجودة في مصر يعني هل مثلا رئاسة كابتن عصام عبدالفتاح للجنة الحكام في مصر وعملوا في لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي ودائما بيطلع يدافع عن سيكازوي وبكاري جسامة والحكام الافرق اللي احنا بنشوف منهم كوارس تحكيمية في المباراة الاخيرة بقيت احس انه المدرسة دي خلاص بقت عجبا فبقت تطبق في المباراة والتحكيم المصري في الفترة الاخيرة مباراة مبارح الخطأ اللي ارتكب محمد الصباحي ده خطأ لا يختفر الكرة مش فكرة ان هي الفر يستدعي او الا ما يستدعو الكرة فيها كارت احمر ولا مش كارت احمر الكرة طالما انت حسبتها وانت قدامها وشايفها ده عايزة انظار تاني وباهر المحمد عنده انظار فده الانظار التاني فيضطرد الفر استدعاك وشفت الكرة على الشاشة ده انت يعني خدمة خمس نجوم حسبت الفاول وانك شايف اللعبة وشفت ضربة الايد والزراع والزاوية دي اوضح قدامك كابتن محمد وانت شايفها وفي الاخر تعتبارها فاول عادي يعني ازاي ده بروتوكول الفر انتو بتخلفوه بنسبة 100% بنسبة 100% مش عارف انا انا بقول لكم التحكيم الافريقي بقى مثال يحتزى بيه في التحكيم المصري دي جزئية الجزئية التانية بقى والاهم في الاختيار نفسه هل يا جماعة تصدقوا ان الكابتن محمد الصباحي كان في جروة في الكاميرون قبل المباراة دي بـ 48 ساعة يعني هل تتخيلوا مباراة مهمة زي دي في كاسر ربطة هل الحكم اللي يجير هذه المباراة يسافر الكاميرون مع الجماهير يحضر المباراة في الكاميرون ويرجع ويعد 24 ساعة ثم يدير المباراة ازاي؟ يعني اولا مسحة البي سي ار اللي عملها اضمن منين ان هو سفريته للكاميرون دي لقدر الله ممكن لما يرجع حتى لو المسحة عملها ولسه نتائج ما ظهرتش انه ممكن لقدر الله يكون فيه اصابة تاكورونا والجزء التاني اللي هو الخاص بالناحية البدنية حكم عنده مباراة مهمة بعد 48 ساعة ازاي سفر الكاميرون ويرجع ويدير المباراة؟ لو ركزتوا في ماتش الاهل والاسماعيلي معدل الجاري للكابتن محمد الصباحي يا كاد لا يسكر يا كاد لا يسكر مش موجود بدلين في ديئة تسعين ساعة ركلة الجزاء انا اقول لكم هو حسب بالخبرة لان فيه فارة هي راجع فهو حاسن فيه عرقلة لكن لما تشوف زوية الرؤية ليه هو مش موجود اصلا في الصورة مش موجود في الصورة فلجنة الحكام لما تختار حكم لمباراة كبيرة زي دي الحكم ده لازم يكون اولا موجود في القاهرة او موجود في مصر يعني مستعد بشكل كبير جدا للمباراة بدنيا جاهز لكن ما يسافرش طيران رايح جاي في عشر ساعات ورايح دولة افريقية بيحضر منافسات كاس الأمم وراجع عشان يدير مطش بعدها بيوم ولا بعدها 24 ساعة يعني ده كاحتراف كحكم محترف ده مش منطقي ولا طبيعي ان ده يحصل في مباراة كبيرة زي دي لما كابتن صباح يسافر كابتن رجع يدير المباراة واحنا شفنا الاخطاء اللي حصلت في مباراة مباراة ممكن تكون الاهلي يخرج خسرا بسبب اخطاء تحكمية مش صحيحة واخطاء تحكمية غير طبيعية وبتتقرر كتير مع الاهلي في الفترات الأخيرة